الدنيا بتشتي في بعض المحافظات شفنا في اسكندرية مبارح قبل شوية أصدقائي من الغربية بعتين لي صور للمطر والشوارع مليانة مية كل سنة وحضراتكم طيبين أنا من الناس اللي ما بتحبش المطر بالمناسبة بحب الصيف كائن صيفي لكن في بعض الناس بتحب الشتاء وبتحتافل بوجود الشتاء تحتافل بوجود الشتاء لو لم تكن متضرر لكن احنا عندنا القرى والنجوع اللي موجودة في البلد واللي قلت لحضراتكم عددتها 30888 كفر ونجع الناس دي بتغرق حرفيا في مية الشتاء دنيا تشتي من هنا الشوارع اللي مش مرصوفة تتحول لطامية وطينة من هنا البيوت بتقع من هنا الكهرباء بتكهرب العيال المية بتخش المساجد والبيوت والدكاكين مرح محافظة البحيرة واسكندرية ومطروح بتتعرض لما يسمى نوة المكنسة ودي اول نوة بتضرب بلدنا كل سنة مطار غزيرة في البحيرة وتحذير من اعمدة الانهار موضوع تحذير اعمدة الانهارة بتاع كل سنة ده بيقولك ان احنا فشلين نحل مشكلة الكهرباء والمية بتاعت كل سنة احنا البلد الوحيدة تقريبا اللي الدنيا تشتي العواميد الكهرباء رغم ان الكهرباء موجودة في كل حتة في العالم احنا للأسف لا عارفين بقى نحل مشكلة تصرب المية للأعمدة ولا عارفين نشوف مادة عزلة نعمل بها اعمدة الكهرباء حتى الاعمدة معادش موجودة في العالم كله الناس دلوقتي بتستخدم طرق اكتر تقدما وامانا لكن احنا تلاقي العمود واقف كده الدنيا تشتي يا واقع العمود يتقطع السلك يا كهرباء المواطن المشاعد دي من دي من من مركز دموانهور اعتقد ده شرع المحافزة في دموانهور وده شكل شارع المحفزة لكن مش شاهدهش من زمن ده شارع المحافزة الشريع ده يعتبر من بناية دموانهور يعني افضل شارع. فيك يا ضمنهور كله هو الشارع ده. شايف المية عاملة ازاي? والوضع ده كان في ضمنهور. كان في ابو المطمير. كان في ابو حمص. في حوش عيسى. في كفر الدوار. في الدلنجات. في رشيد. في اتكو. كل مراكز البحيرة مبارح كانت غرقانة في شبر مية زي ما حضراتكم شايفين. انا مش عايز بصراحة يعني اظلم الدكتورة جاكلين عازر. ابراهيم قبل الهوى بيقول انت كل يوم حاطط على الست. لا والله ده ده يعني ما. بس هو نصيبها معايا. شوف كده. طوارق في البحيرة يوم واحد حداشر. اللي هو نوفمبر. استعدادا لاستقبال موسم الشتاء. قبل عشرين يوم ست الدكتورة جاكلين عازر اللي كانت شغالة مساعد لمحافظة اسكندرية عملت طوارق. طلعت قالت بقين في منتهى الجمال والحلاوة. قالت والله احنا استعدينا وحشدنا المعدات وسلكنا الشنيش وعملنا البلعات وتعالى يا شتا. تعالى يا شتا احنا مش خايفين. يا ست تعالى يا شتا. يا ست ايه الكلام اللي بتقولوه? قالت يجي الشتا واحنا مش خايفين. جه الشتا? جه الشتا ايه اللي حصل? قديك شفت الشوارع غرقانة بالشكل ده. اهو. محافظ البحيرة تعلن رافع الاستعدادات القصوى لاستقبال موسم الشتا والامطار. وكالعادة يعني جه المطر وياريتو مجد. انا بس عايز اوري حضراتكو فيديو. لطريق التعامل الجهات التنفيذية او الحكومة بناء على استعدادات الست المحافظة القصوى للتعامل مع مياه المطر. شغل يا سيد الفيديو. الفيديو ده من ايه بقى عم خالد انت راجل بحراوي مفروض تعرف. الفيديو ده كده من كفر الدوار. بص العمال مجلس المدينة بيعملوا ايه? بيعملوا ايه مع المطر? مسكين المقشات بتاعة التراب. وبيزغزاغوا اه والله بص بص بيزغزاغوا الميا. بيجروا ورا الميا ياخدوها يودوها. ده كده كفر الدوار قدام شوية على الشمال هتلاقي موقف كفر الدوار الجديد. عمال بيزغوا الميا كده هو تبص بالمكنسة بالمساحات. وهي دي الاستعدادات. وشوف كده على جنبها هتلاقي ان البلاعة اللي موجودة على جنب اللي عادة من جنبها الرجل الطير ده اعلى من منسوب او مستوى الطريق بتاعي جنص متر. طب هي دي الاستعدادات. قالك شركة مياه شركة المياه مش عارف في البحيرة والست الوزيرة والست المحافظة. وشكله شتة طويل على اهالي البحيرة واهالي كل المحافظات. لو اوقف يا برايب يا الله يبارك لك كده عام خالد. لا انت عديد. لو الاستعدادات كلها بهذه الطريقة كنت عايزك توقف على الناس وهي بتزغزغ المياه. لو الاستعدادات كلها بهذه الطريقة يبقى ربنا يسطر على المواطن هادا العام. بص اوقف كده اوقف اوقف بص. المشهد ده مشهد مصري بامتياز. يعني مشهد يعني تحس كده انه ايه? متسجل باسمنا. سجل باسمنا المشهد ده خليك كده في حاجه غلط يا اخواننا محدش بيعمل انت بتعملوه ده. وفين المعدات اللي ساعتك بتقولي شوف الست وشوف العربية. شوف الست ماشي يا عيني. غلبانة رجليها مليانة مية. دلوقتي بقى ماشي الفيديو كده ابراهيم. يا خالد دلوقتي هيظهر البلاعة هنا كده. ركز بس لما تعد العربية بتاعت. لا في بلاعة هنا هتشوفها دلوقتي استنى بس. ايوه كمان كمان شغل 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 شغل. دلوقتي في حد هيعدي كده من فوق البلاعة. البلاعة هنا على جنب كده جنب العربية. هتظهر معاك دلوقتي. بس هاي البلاعة هي. شوف البلاعة فين? شايف ارتفاع هما بيعملوا ايه بقى? هو بيشد المية دي عشان يجيبها للبلعة اللي موجودة على جنب. انا بشكر الست المحافظ. ايه في ايه تاني عندك زيادة قلتي. طيب ديني كمان يلا. قبل ما نختم. مالك المواطنين الخبر بتاريخ اول مبارح. امطار بتغرق شوارع اتكو كفر الدوار بالبحيرة. ده ده مبارح ده. ودي بقى الشوارع من جوه امعلم. دي بقورة انجازات الدكتورة جاكلين عازر. وبمناسبة جاكلين عازر دي دي صغيرة. يعني تقريبا خمسة وثمانية وتلاتين سنة تقريبا. وكل خبرتها السياسية انها لتحقت بالمشروع الرئاسي. كنتش عايزة اقولي الكلام ده والله يا اخواننا يعني. انت يا ابراهيم الله سمعت. انت اللي بتوزيني يقولي الكلام ده. الستة دي كل خبراتها السياسية لتحقت بما يسمى المشروع السياسي بتاع الرئاسي. المشروع الرئاسي مش عارف للكوادر مش عارف ايه. شوية وعينوها نائب محافظ اسكندرية. شوية وقالك لا طب دي تروح تمسك محافظة البحيرة اللي بقالها اربع سنين من غير محافظ. شوية الستة قالت انها مستعدة. شوية لقناها بتكنس المياه في الشارع بالشكل ده. ربنا اذكر.